اشتركوا في القناة في النوات القليلة الماضية من هذه العشرين سنة كان يتردد هذا السؤال وما زال يتردد كثيرا والسؤال المهم الذي يتحدث عنه هو ليس إله غالبية هنف العراق وغالبية الناس المهتمين بالعراق واليحبون العراق أو حتى اللي يكرهوه في العراق يسألون هل هذا النظام الآن الذي في العراق سيستمر دائما ما هذا السؤال يتردد هل يمكن أن يستمروا هؤلاء في حكم العراق بهذا الوضع السيء بهذا الوضع المخزي وربما يعني الكثير من العقلاء غالبية العقلاء كلهم يعرفون أن هذا النظام لن يستمر وسأحدثكم اليوم عن واحدة من من مقاتل هذا النظام هذا الموجود مقاتل هذه السلطة التي أوجدها الاحتلال الأمريكي منذ عام 2003 لحد الآن واحدة من أهم نقاط سقوط هذه السلطة بكل أحزابها وكل تفرعاتها وبكل شكلها وبكل عمليتها السياسية التي تحوي سنة العملية السياسية وشيعة العملية السياسية وكرد العملية السياسية وكل هذه المكونات التي يتحدثون عنها هذا الذي يتحدث عنه أو هذا السلاح هو ليس سلاحا سريا لكن سلاح معروف ومفهوم اللي هو الطائفية الفكر الطائفي هذا الفكر الكسيح الذي يسكن عقول من يحكمون العراق اليوم وهذا الفكر يعني بشر به الأمريكان ومن يقرأ كتاب حاكم العراق سيد صيد بولو بريمر سيجد كل هذا الفكر متركز في هذا الكتاب دعوة لهذا الفكر وتبني هذا الفكر الطائفي لأنه يعني عملا بالفكرة الأساسية البريطانية فرق تسد وأن تفرق حتى تسود الطائفية خير سلاح لهذا الموضوع لكن إلى متى تسود سينقلب عليك الناس والطائفية لن تنجز شيئا لن تدفع البلد إلى التقدم بل بالعكس ستؤدي به إلى التراجع والخراب والدمار والمشاحنة والتمزيق وهذا لن يقبل به أي شعب في الدنيا مهما كانت شعوب كلها طائفة شيء والطائفية شيء آخر طائفة معتقد يعني فكر فكر معين يؤمن به بعض الناس وطائفة معينة تؤمن بهذا الفكر وتتبعه وخلص أما أن تبحث عن نقاط معينة لكي تثير الطائفية تثير هذه الطائفة لتجعلها سلاحا ضد جزء آخر أو طائف أخرى هي أنا هنا الكارثة وألي ذكرني بحديث لبهاء العرجي اللي من يعني من مساوأ هذا الزمان يعني الكثيرة أن يتولى منصب مثل حالة حال نوري المالكي وغير أن يتولى منصب نائب رئيس وزراء بعهد المالكي شخصية غريبة عجيبة موتورة مملوء طائفية ومملوء سموم وفكر كسيح يعني قبل سنوات سيلو يعني أنتو شنون جئتوا للعراق وكذا قال نحن جئنا بالعراق وما عدنا جمهور ما عدنا ناس ما عدنا أحد اتحدث عنه جاءوا تحت خيمة الاحتلال الأمريكي والأمريكان دعميهم وجوي لكي يحكموا وسلطة بيديكم قال لم نجد يعني جمهورا شعب العراق لم يتعود على الطائف لم يتعود أن هؤلاء الوجوه الكسيحة اللي عاشت بالخارج يسمي نفسها معارضة أن تأتي وتحكم العراق بغض النظر هذا ليس دفاعنا عن نظام سابق ملكي جمهوري ما لا علاقة أنا أتحدث عن وقاع جرت هم يقولون عن نفسهم كنا معارضة وطنية والمعارضة الوطنية لا تضع يدها بيد محتل وتأتي تحت مظلة المحتل وتقاتل شعبها وتهين شعبها وتسرق شعبها فما لا علاقة بالوطنية المهم فقال جئنا وما عندنا حد فاتكأنا على الطائفية اعتمدنا على الطائفية ما يكون غير الطائفية وقبل أيام كان حديث لبهاء العرجي وهذه النغمة ارتفعت في فترة الأخيرة وخاصة مع يعني موجودة دائما لكن مع ما يسمى بانتخابات مجالس المحافظات سمعنا كثير من هذه لهجة وهذا الخطاب وهو من يعني دلا بدلوه فكان يتحدث بلغة طائفية أيضا يتحدث عن أن الشيعة هم الأكثر وطنية وجميع الشهداء هكذا قال شهداء الذين يعني ضحوا وقتلوا في فلسطين عام 73 كلهم شيعة وهذا الأمر معروف وبالأدلة أولا لا أدل على هكذا موضوع وهذا كذب لا وجود لي هذا الموضوع اللي ضحوا واللي قبورهم موجودة هم عراقيين كلهم من أبناء العراقي لا يذكر على قبر هذا الشيعي وهذا سني وهذا كردي وهذا غربي أبدا هذا عراقي وضحوا وذهبوا باسم العراق ولم يذهبوا باسم طائفة معينة وقاتلوا باسم العراق وباسم الإسلام وباسم العروبة عن بلد دفاعا عن بلدهم وعن فلسطين أما الحديث عن الشيعة أكثر وطنية وجميع الشهداء لماذا يعني هذا الحديث الآن والباقين ليس فيهم وطنية وهل من الوطنية اللي أنتو تدعوها الأحزاب الشيعية هذا ليس حديثا عن الشيعة الشيعة براء منكم ما لهم علاقة لكن أنت التي تمثلهم هاي الفكر الشيعي هذا اللي فكر الحزبي الشيعي الأحزاب الشيعية مثل ما تسمونها التي تحكم هل هي وطنية الأكثر وطنية من العراقين يجونوا إلى المحتل ويضعون يدهم بيد المحتل الأمريكي ويسمون الجيش الاعتلال جيش تحرير ويقبلون بما ظلت عشرين سنة يهينهم ويدمر بلدهم ويفتح أمامهم كل أبواب الفساد والخراب والنهب والسرقة لكي يثروا هاي الوطنية ثانيا لماذا هذا الحديث نفس الحديث نفسه بغداد شيعية وهذا هو من من حدثكم أنه بغداد سنية أو شيعية أو كردية أو عربية بغداد العراقية وعاصمة كل العراقية لكن أنتم تريدون أن تميزوا كل شيء وتريدون أن تثيروا الطائفية وتبعدوا الناس هذه يعني محاولات تأجيج الطائفية لخلق فتنة بالمجتمع أكثر وأكثر لأن المجتمع طوال عشرين سنة ونقولها بصراحة لو أن بلدا تعرض إلى ما تعرض إليه العراق من فكر تحريضي وفكر مخرب ومدمر وكسيع أي بلد مثل العراقية كانت دمر أي بلد غير العراق لكن العراق ما زال صامد وما زال واقف على رئي وما زال يحاول أن يتخلص من كل هؤلاء وهذه واحدة من من عجائب العراق من جمال العراق فهذا الفكر الطائفي الغريب الكسيح لا يبني دولة لذلك أقول والكل يقول أن هذا الفكر الذي جئتم به السلاح طائفي لن يستطيع هذا السم هذا الفكر الكسيح لن يستطيع أن يبني دولة ولم تستطيع أن تبنوا دولة ولن تبنوها لن تستطيع 20 سنة تكذبون على الناس وما زلتم تكذبون ولن تستطيعوا وهذا مو منهج ما لا علاقة مو منهج لبناء فلذلك لن تبنوا بلدا والشعب يريد بلد يريد بلده يريد يريد يساوي الناس وليد حالة من حال الناس عفوا هو مغرب عن الناس هذا البلد بحضارته وبسموه بشعبه الطيب بفكرة الخلاق بالعقول المنيرة والنيرة التي التي ولدت به وليبنت حضارات وليبنت أسست لمناهج معينة هذا لا يقبل بهذا الفكر الكسيح لكي يصل به إلى الحظيظ وما نراه بالمجتمع اليوم من أفكار وتصرفات غريبة وشاذة كلها تنطلق من هذا الفكر الكسيح الطائفي الذي يفرق الناس وهذا لن يدوم لذلك بناء الدولة يحتاج إلى ناس بفكر نظيف بفكر وطني برؤية وطنية أنتم لا تمتلكونها هذا ما لا علاقة بكم لا لا علاقة بالشيعة ولا لا علاقة بالسنة لا لا أنتم بالعملية السياسية ولا يمثلون السنة ولا يمثلون الإكراد الشيعة والسنة والأكراد والترقمان والذين لا يؤمنوا بالعملية السياسية ولا يقبلوا بها والذين عرضوكم والشعب الذين مراحوا صوتوا بالانتخابات أكثر من 8-90% كما ذهبون بالانتخابات هم وذين يبنون بلدهم يبنوا بفكر ما العلاقة أن يكون رئيس الجمهورية الشيعي أن يكون رئيس كلهم خلوا يكونون شيعة لكن وطنيين بفكر وطني وعراقي وكل العراقين يحص بهم هو هذا الفكر الصحيح أما أنتم ميزون الناس هذا الشيعي وهذا سني وهذا وإحنا أكثر وطنيا وإحنا أكثر فهم وحتى لو دعيتم أن الآخرين يجبرونكم على هذا الحديث يفترض أنتم لا تتساقوا إلى هذا الحديث إذا كنتم بناتا لدولة لكن أنتم لستم بنات وهذا الوضع هو الذي سيسقطكم وستسقطون وستذكرون أن هذا الفكر الكسيح الذي اعتمدتم عليه هو فيه مقتلكم وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وأنتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة